الممثلة برنادات حديبة مش من زمان كنت ضيفتنا بشو القصة بزمن السلم ولكن اليوم نحنا بزمن الحرب بلبنان كنت بوقتها يعني ضيئة كتير مأهورة كتير عم تحكي بعصب حامة أو عالة صحيح نفس الشعور اليوم؟ نفس الشعور اليوم يعني فيك تضرب هيدا الشعور بمية الوجع والنقمة والحزن يعني ما بينوصفه صراحة اللي كنا عم نقوله بالحلقة بأيام السلم كنا عم نوصف الوجع البعيد عننا البعيد القريب بس بوقتها كنت أنا عم أقول أنه هيدا الكيان الصهيوني الغاصب مش رح يوقف بغزة مطامعه أكبر بكتير ومطامعه واصلة على لبنان وهينا صرنا فيها للأسف يعني ياريت كان كلامي كذب وغلط ومنو حقيقي بتمنى كنت يكون مش حقيقي بس يعني واقع وعايشينه وقعت الحرب بتكون هالقد سريعة؟ صراحة لا صراحة لا لأنه يعني ما في الواحد يكون هالقدة متشائم أنا كل الوقت بكون متفائلة وبحس أنه لأ الأشياء رح تخلص للأحسن وكنت متأملة أنه تنتهي بغزة بحل عالمي دولي لحتى يوقفوا الإبادة اللي عم بتصير هناك ما كنت متوقعة أنه الإبادة تنتقل من غزة للبنان بعد مستمرها لا صار في حل عالمي ولا صار في حل دولي طبعا ونتنياهو مكمل لكن ما هو المشكلة أنه هيدا الحرب حرب غزة أسقطت كتير أقنعة عن كتير قصص نحنا كنا مأمنين فيها مثل مجلس الأمن مثل الدول الأوروبية وكله كله كله سقط كله طلعت أقنعة وطلع كذب بس عم يتغنوا فيه لحتى يوصلوا للأشياء اللي هني بدون إياها ولكن لما استحقت الحقيقة قدامهم طلع أنه ما في شي بيعنيلهم إلا مصالحهم الخاصة قدام إبادة أربعين ألف شهيد بغزة وهلأ نحن ما صار لنا شهر بلبنان عنا قداش عنا فوق الألفين ثلاث تلاف بين شهيد وجريح في مناطق عم تنباد إبادة يعني كاملة الضاحية النباطية للبقاع يعني يعني عم يبادوا مش إنه والله عم نضرب محل أمنى أو عسكري أو أبدا عم ببيدوا الشعب فهيدا شي إنه يعني شو بدو يقول واحد قدامه شو بدو يحكي قدامه نابرنا دات تنفرق قبل بين اليهود والصهيوني هل هني وجهين لعملة واحدة أو هل في فرق بلين؟ لكن صراحة مع انفتاح السوشيل ميديا والحمد الله اللي صار فيه انفتاح السوشيل ميديا بمحل طبعا للأسف محل تاني ولكن اكتشفنا إنه فيه مجموعة كتير كبيرة من اليهود ضد الصهيونية وضد هيدا الكيان الغاصب وعم نشوفهم بالشوارع بأوروبا بأماركا طبعا مش عنا مش بدولنا العربية بأماركا بأوروبا عم نشوفهم عم يتظهروا قبل العرب وقبل المسلمين ضد هيدا الكيان مش لعبة هيدا بصهيونية حتى يهموك إنه هن فيه بجزء منهم معارض هيك أنا ما بظن إنه واحد لكن أنا بشوف عم شوف ناس عم يكلوا قتلي عم يتدعوسوا عم ينجروا على الحبوسي فأنا هولي ما بظن إنه هالقدة يعني سهلة بالنسبة لقلهم إنهم يطلعوا يجرموا حكومتهم يجرموا هيدا الكيان ويدينوه ويقولوا إنه لأ حتى كتابنا بقولوا إنه ضد اللي عم بيصير هلأ على ما يبدو إنه كتابهم متعدد يعني كل واحد منهم عنده كتاب مش كتاب واحد بالحلقة السابقة أو باللقاء السابق برنادات يعني اتهمت أو يعني أشارت إلي أنه التورات مزيف أنا ما اتهمت أنا قلت قناعتي قناعتي وشو بتقول بتقول إنه التورات مزيف لأنه برجع بقول إنه ربنا ما ممكن يكون شرير لهالدرجة لحتى ينزل بكتابه استباحها لشعوب كاملة كرمال مجموعة من البشر إذن هنه مش شعب الله المختار أكيد هنه مش شعب وهنه ما عندهم أرض اسمه أرض المعاد لا خلينا إليك شغلة ما هو الكتب السماوية كتب بتكمل بعضها وبالكتب السماوية أصص بتورجينا وبتحكي لنا شو صار قبل وكيف تطورت الإشياء وبتوعظنا إنه نتبهوا ما توقعوا بالفخ مرة تانية وتالتة ورابعة لأنه غير كن وقع فيه فهنه بمرحلة من المراحل كانوا شعب الله المختار ولكن هنه ما كانوا على قد القيمة وعلى قدر هيدا العطاء اللي ربنا خصن فيه ليه ربنا خصن لقلن بهيدا العطاء صراحة ما بعرف بس بعرف إنه يمكن بوقتها لأنه كانوا شعب موحد والله واحد أحد بتصور لأنه ما كانوا ثانيين وقتها كان طبعا الأكثرية وثانية خاصة بمنطقتنا هون وإنما اليهود كانوا شعب موحد فبتصور هيك ولكن أنا مني أكيدة يعني ما بقدر أنا ادعي شيء هل بعضهم شعب الله المختار؟ أكيد لا هنه جزارين هنه صفحين هنه قتلين قتلة برنادات حدا بتفرق بين اليهود والصهيوني؟ اي طبعا طبعا لأنه اليهودية هي ديانة وبرجع بقول إنه بفلسطين كانوا عايشين مع بعض اليهود والمسيحية والإسلام تحت النطاق الدولة الفلسطينية طب بتفرق بين التلمود والتوراة؟ هلأ ما كتير عم فرق صراحة عم بيختلط علي الموضوع بس بشوف ناس بتطلع بتحكي بتقول إنه كتابنا مش هيك وناس بتطلع بتقول التوراة بقلنا هيك بتصيري أنت ضايع مين بدك تصدقه؟ هو تلمود؟ ولكن أنا مش فرقة معي بهمني إنه توقف الحرب توقف الإبادة يوقف هيدا الرعب يبادل فكر الصهيوني توباد دولة إسرائيل مين بده يبيضا؟ ما بعرف ما بعرف لكن طالما في ناس عم بتقاوم صراحة عم بتقاوم مش بس بالسلاح عم بتقاوم فكريا عم بتقاوم ثقافيا طالما في ناس عم بتقول لا طالما في ناس عم بتعلّل أصبع وعم بتقول وعم بتدل عليهم وعم بتشوفهم وعم بتقول أديش هنه ناس مجرمين آخرت الشيء مفي شي بدون كل شيء إلى زوال وأكيدة أكيدة الشر إلى زوال والدم إلى زوال وهيضا الحروب اللي هني عم يفتعلوها إلى زوال طب على سيرة هذا الموضوع عم بتقولي مش بس المقاومة بسلاح المقاومة بالفكر بالكلمة بالصوت اليوم برنادات حديب مهرجان معين بالعالم طلع بوجة إسرائيلة نعم كيف يكون تصرفك؟ بتجاهله ما بتنسحبه؟ لا ما بنسحب لأنه نحن يعني ثقافة الانسحاب وأنه نحن نتخبى بخيال أصبعنا وما نواجه هي يمكن اللي وصلتنا لهون أنا مع أنه نواجه وأنه نحكي ونقول اللي عنا ونعلي الصوت بوجهن هني وحاضرين ليش بدنا ننسحب؟ من شو بدنا نخاف؟ ليه بدنا نخاف منهم؟ ليه بدنا نتركلهم الساحة لهني يعبروا ويحكوا ما هي ده اللي وصلنا لهون لأنه كل الوقت الشعب العربي والحكومات العربية هي حكومات مستسلمة ومنسحبة ليش بدنا نقلهم لا ليش مقاح المهني بدون يتواجدوا أنا ما بدي أتواجد لا أنا بدي أتواجد وبيدي واجهوا وبيدي حط الأصبع على الحقيقة أنه أنت ما بيحق لك وأنت اللي عم تعمله غلط لما أنا بنسحب عم بترك له الساحة وهيدا الشي اللي لفترة كتير كبيرة الشعب الأوروبي والشعب الأمريكاني والأسترالي والكندي كانوا مصدقين قصتهم وحكايتهم وكانوا عم يبتعوا فينا من ورق أنه نحن عم نسحب ومش عم نحكي أنت تاني حدا بعد الممثل فادي أبي سمرة بيشو القصة بيحكي عن هذا الموضوع أنه لازم واجه طبعا ما لازم قاتل مهرجان وانسحب حتى رابعة عم نشوف بكل المباريات الدولية الرياضية قديش عم بيكون في مواجهة بين الناس من الكيان الصهيوني وبين الناس من العرب وعم بيفوتوا وعم يتباروا وعم بيربحوا عسيرة المهرجانات أقيم مهرجان القونا بمصر وكان في كثير من الفنانين أولا أنت مع إقامة هيك مهرجانات واحدة حديدا ببلد عربي أو إلغاء تضامنا صراحة ما بعرف أنا مني وعلي مبروح يعني أنا ما بقدر شارك حتى لو بدك تطلع تقولي إذا بدي حط موقف إذا بدي حط موقف إذا بينسمح أنه ينحط موقف وما بينقص وما بينلغة وما بينشال الكلمة اللي بدا تنقال ممكن ولكن أنه تروح بس شارك وقلبس واتذبط وشوفوني أنا على الريد كاربت أنا بحس أنه هلأ مش وقته هلأ نحنا مهمتنا على الأرض مهمتنا أنه نساعد أهلنا مهمتنا أنه نوقف معهم لحتى نخفف عنهم عن مقساتهم عن الزل اللي عم بيعيشوه بمحلات معينة فبالتالي أنا بحس أنه أنا ببلدي هلأ على الأرض إلي منفعة أكبر والمهرجانات والريد كاربت مش رح تخلص ولا رح تنلغى وما تفكري أنه في حدا بيلغي حياتك رمال حدا رابعة أكيد طب بهيك وصل فيديو وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه فنانين حملوا العلم اللبناني وفيه منهم ندمع وقالوا بحبك يا لبنان ولبنان رح يرجع البعض أخذ هالشي كأنه فعلا دعم للبنان وتلقفوا بشكل كتير حلو وبعض آخر اعتبروا أنه أنتو شو عم تضحكوا علينا أنت كيف تلقيتها كيف لما شفت هذا لك أنا بدي أقول لك شاغلي أنا ما بحب أعمل محام الشيطان وما بحب دايما أني بخص بالعالم ما حدا مضطر يحمل العلم اللبناني إلا إذا عن جد عباله يحمل العلم اللبناني وما حدا عباله يقول كلمة أو مجبور يقول كلمة عن لبنان إلا إذا عن جد بيعنيله لبنان ما بطلب أنا من حدا أنه لا يضامن ولا يحكي كلمة ولكن إذا قال ما شكور مقلة على العالم أنا أنا مبرى بالناس الناس هي بتعرف هي ضميرة بإلا شو لازم تعمل وين لازم تكون شو لازم تقول حمد فراج كلمته دمعته أثرت بالناس طبعا أثرت بكتير عالم وحتى يعني أنا كتير شفت له إياها كبيرة وبتصور أنه صادق الزلام ليه أنا بدي كذبه يعني مين أنا حتى كذب العالم بأحسيسهم بكلماتهم بضميرهم بموقفهم تجاه لبنان تجاه غزة مين أنا أيضا الفنان هاني شاكر غنى للبنان ودمى الفنان هاني شاكر يعني صار له تقريبا من وقت ما تكرم بمهرجان الزمن الجميل وهو كل تقريبا شهر أو شهرين عنده حفلات بلبنان هو ومدامته موجودين هون وبيعرفوا هول العالم بيعرفوا قيمة لبنان بيعرفوا قديش هيدا البلد فتح لهم بوابه قديش استقبلهم قديش حضنهم قديش ضوى عليهم ققيمة فنية وققيمة إنسانية فبالتالي أنه ليه أنا بدي أقول أنه لا بس عم بيحكي لا يحكي لا أنا بصدق أنه هو عن جد هالأده متأثر وهالأده حزين على اللي عم بيصير عننا أنا بذكر بحلقة من حلقات خاصة فني عملت على تلفزيون الجديد كان معي هاني شاكر وقف غنى بحبك يا لبنان ودمع بوقتها كان ما كان في حرب فهو طبعا مشاعره أكيد صادقة يعني اللي بدي أقوله بدي أثني عليك أو زيد برنادات أنه نحن اليوم لازم يعني لازم نصدق إذا حدا قلنا بحبكم لا لا ما هو لبنان حضن كتار من الفنانين الرابعة آخرت الشي هو لفنانين يعني هن لنهم بالجيش لنهم بالدولة لنهم حكومات ما عندهم القرار آخرت الشي شو بيقدر يعمل أنه يقعد بالبيت طي هاي لقمة عيشه هاي دي رزقته أنا ما فيني قل له قعد بالبيت وبكي كرمان لبنان ما تشتغل ما بقدر ما بيطلع مني أنا قاعد بالبيت أوكي أنا أجلت عرض مسرحيتي أنت اخترت تقاعد بالبيت أو ما أجاكي شغل لا أنا كان عندي عرض مسرحية بس صارت عملية البيجرات ورح قطلة قبل ما يتبلش الحرب على الجنوب أنا كتبت وبعتت اعتزارات للعالم كلها اللي كنت داعيتها على الافتتاح وأجلت قلت تم تأجيل العرض بسبب بسبب الأوضاع أنا حسيت أنه أنا ماني قادرة لا نفسياً ولا جسدياً لأني اطلع مسرح لأني مسر لأني استقبل عالم لأني اضحك بوجي العالم كذب طب برنادات اليوم في كتير من الفنانين وما بدنا ندين حدا كل إنسان مثل ما عم تقولي حر قرروا من ثاني يوم من أول يوم يغنوا يسافروا يشاركوا بمهرجانات مش بس عم بحكي عن نجوم الغناء الغناء وغير الغناء والتمثيل به تجرد هل كنت مع إنه يتأجل هالشي يلغوا لا يروحوا ويكملوا حياتهم عم بحكي عن الفنانين لبنانيين بلدهم عم يتعرض لإبادة لكن أنا مع يعني أنا بقول يعني اللي المن سواكب نفسه مضلمك فبالتالي أنا بقول كان بيسوى أنه فيه إشياء بتتأجل هلأ في ناس عندها كونتريات مرتبطة بشغل برات لبنان مش قادرة تأجل ممكن بس في ناس كان عندها الإدراء أنه تأجل شوي بس حفظا لماء الوجه صراحة يعني بس احتراما للشهداء اللي سقطوا احتراما لدم اللبنانيين يلي عم بينزف طب في موضوع التأجيل الحفلات والحياة وأيضا في موضوع آخر فنان مؤثر عنده متابعين طبعا رفعوا بس الصورة والعلم وكتار يعني خلينا نقول نسبة كتير كبيرة غابوا غابوا بمعنى أنه بس حطوا صورة لبنان أو علم لبنان ولكن ولا حدا منهم قال في عدو إسرائيلي يعني ما سموا إسرائيل عم يعتدي على أرضنا كل واحد بيشوف وين مصلحته صراحة يعني كل واحد بيشوف وين مصلحته وبيعملها في ناس بتحسبها بتقلك أنا اليوم عم بسافر عم بشتغل برا ممكن ينحط علي فيتو ممكن ما بقى يجبوني على هيدا الشغل أو على شغل تاني أنت شو بتقولي ممكن الدول الأخرى أكيد طبعا بتسكر عليك طبعا يعني ما عم تحكي عن وطنك ما عم تحكي عن وطنك أين بعم مع تسبي أنا عم بحكي عن وطنك ولكن بالنسبة لغير دوله حتى كلمة حرب ما عم بيقولوها حتى كلمة سهيوني بطلوا يقولوها حتى كلمة شهيد ما بيقولوها على موتانا كل إنسان عم بيعمل مصلحته عم بيفتش على مصلحته الخاصة وانا بالنسبة به هيدا تخاذل تخاذل طبعا الفنان المصرية يسرة قبل مهرجان نلقونا قالت أحداث لبنان اللي حصلت من كام يوم ما تقدر أنت تتوقع أنه هتحصل فبالتالي أنه أنت مش مفقود تلغي المهرجان نعم قامت الدنيا وما قاعدت عليها يا رابعة يعني شو ما عمل الواحد في مع وفي ضد الناس في ناس حتقلك أوكي في ناس حتقلك لا مش أوكي أنا ما بدين حدا هي هيكي بتفكر هي هيكي عايشي هيدا أسطوب حياتها هي هيكي حست بدي تقول طب أنا كيف بدي أنا بدي قيمة بدي أقول لا أنت غلطاني أو أي معك مين أنا هي هيك شايفت الوضع وهي هيك حست بدي تقول هلأ الناس كيف تلقت الخبر كل واحد ما كلنا مثل بعض بتحبت ديابة محبة أنا بحبها كتير لا يسرة وش صغلت معا لا يسرة وهي بتعرف معزتها عندي قدي أنا أنا بعاتبة وبقول لها أنه شخص مثل هي مثل الفناني يسرة اللي نحنا ربينا على فننا وربينا على مواقف وطنية مننا كنا منحب أنه موقفة يكون أقوى من هيك تجاه لبنان بين باسم يوسف نعم اللي طلع لثلاث مرات مع بيرس مورغان والدكتور غسان أبو ستة اللي كان بفلسطين وبغزة واليوم عم بي موجود بمستشفيات لبنان عم بيعالج الجرحة والأطفال غسان أبو ستة رفض يطلع مع بيرس مورغان قال أنا مني مضطر بررحالي للرجل الأبيض والإعلامة اللي بدافع عن إسرائيل نعم مين برأيك؟ أنت مع مين؟ أنا مع اتنان اف؟ يعني هاي دي ما بتلغي هاي دي هاي ما بتلغي هاي أول شيء هون فيه واجب إنساني طبّي عم بيحكم الولاد ولكن نحنا كمان بحاجة لأصوات تعلي وتقول وتوضح وتنشر الفكرة المزبوطة للقضية الفلسطينية فبالتالي باسم يوسف بمحلة معين وصل للفكرة أحسن بكتير من سياسيين طلعوا وحكيوا وما قدروا يوصلوها اليوم إذا بتفوتل عند باسم يوسف بتشوف التعليقات بيتهموه إنه ركب الموجة إنه بيع القضية الفلسطينية إنه صار يطلع بدعايات مع منتجات بتدعم إسرائيل شفت شو رأيك؟ أنا ضد طبعاً وأنا يعني بحس إنه ازعلت لأنه عن جد بمحلة معين حسينا إنه خايف في مين عم بيطلق الصرخة في مين عم بصوب الدفة في مين عم بيحكي تاريخ صحيح كيف بلشت النكبة وكيف كفت فهيدا الشي أثر بكتير عالم وبكتير ناس جماهرياً على الأرض فبس برجع بقلك آخرت الشي عمل مصلحته فتش وين مصلحته وركب الموجة التانية وعم بيكفي حياته عادة ما فيني أنا أجي أطلب منه قل له لأ إنه أنت ما فيك تعمل هيك عمل بزقف له بس لا ما بزقف له أنا ما عم زقف له بسم يوسف أنا ما عم زقف له أنا مش متابعته ليه؟ أنا مش متابعته ولو كنت متابعته كنت كمان عملت أنفوله صراحة ليه سألتك هالسؤال لأنه ما عم تشاري برنادات أنه مغبون حقه شوي لبنان عند الفنانين عالمياً يعني ما بينحكى عنا كما نحنا منتوقع عشمنا بإخوتنا سواء بالعالم العربي أو بالغرب بالعالم أنه يحكوا بلبنان أنا ما عشمي بحدا يختي بعد أربعين ألف شهيد بغزة بدك يهون يحكوا عن لبنان يا رابعة بعدين أنا قبل ما أعتب على الأشقاء والجيران أنه بعتب على دولتي دولتي وين من اللي عم بيصير رابعة مجلس وزراء كم مرة اجتمع من وقت ما بلشت الحرب على لبنان مجلس النيابي يا أختي ما يجتمعوا لينتخبوا رئيس جمهورية ما بيحسوا أنه في حاجة ملحة يعملوا اجتماعات استثنائية ليتداركوا الوضع اللي عم بيصير فاقدوا الشيء لا يعطيه بس بمحلات شو عند اليوم الدولة تقدم يا أختي أنا ما بدي أقول لك الدولة بدي أقول لك بعض بعض رؤساء الدولة بعض السياسيين بهذه الدولة لك إذا كل واحد منهم بحط واحد بالمية من ثروته ما بيضل في إنسان قاعد على الطريق ما بيضل في إنسان بحاجة يقول بدي علبة قدي عم بيساعده قدي عم بيساعده ما أنا ما عم بحكي وليد بيك جملات ما عم بيخلي حدا يعوز شي بالشوف مشكورين والدولة اللي هني بالسلطة بالدولة رئيس مجلس النواب أنا عند كتير عطب عليه رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بشكل عن جد خجول جدا 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 سمحيلي برنادي أنت على الأرض وأنا على الأرض رئيس مجلس النواب هو رئيس حركة أمل رئيس النواب هو لحاله بيقدر يقوم بكل العالم اللي بلبنان على الطرقات بس حركة أمل موجودة بكل مراكز اللي عم بتحمل رئيس نبيه بره مسؤولية كل الشعب اللبناني أنا مش عم حمل بس أنا العتب عقد لمحب يعني وين عتبك على رئيس مجلس النواب أنا عتب أنه يفتح مجلس النواب يا أختي هلأ بهيدا الوضع اللي نحن فيه مجلس النواب مسكر كيف نواب ما بتجتمع لحتى تحل قضايا ملحة طوارق نحن بحالة طوارق مجلس نواب مسكر ليه بدوا يتسكر مجلس وزراء ما بيجتمع نجيب مئات أغنى أغنياء العالم عكار والشمال مش من هلأ مش من هلأ مش خلال الحرب من قبل الحرب عكار العالم عم بتعوش جوع وينه من العالم من شعبه هو من بيقته هو وينه ولا بس شاطرين بس توصل مساعدات نخب المساعدات ونقول إنه إجت مساعدات ورح نقصمها ويشوفوا كيف الجبنة بدا تتقصم والفاتفية بتنزل للعالم عالطرقات برنادات أنت وجعك هو طبعا من كونك إنساني ومواطن لبناني وفناني مثقفي وعندك حس وطني ولكن أيضا أنت عم تنزلي على الأرض يعني أنا بعرف بسمت عم تشتغلي ومن أول يوم عم تنزلي بلشتي لوحدك وهلأ صرت مع مجموعة صح؟ صح مظبوط شو عم تشوفي على الأرض؟ شو عم تشوف عم شوف أشياء بتوجع القلب بتبكي صراحة عم شوف ناس كانت قاعدة معززة مكرمة ببيوتها مش قادرة تلاقي لقمة أكل عم شوف حبالة بدا تخلف مش ما عندها قوضة تسترى ما قادرة الولد اللي بده ينزل اللي بده تخلفه ما عارفي وين شو ما صيره وين بدا تروح فيه ما عندهم شازرولانت يقدروا يتحركوا فيه عم شوف ناس قاعدة على البلاط فرشة ما عندها لحتى تقعد عليها غطى هلأ بالبرد احرام ما عندها لحتى يغطيها لحتى يدفيها طرقات بيروت بتشهد هيدا بدك تقوليلي انه نحنا عنا دولة بتحترم حالة عنا رؤسة معنى مصاري ما بتكلها النيران واكلوا مصريات اللبنانية وسرقونا بهيدا الوضع ما بيقولوا انه أنا بتبرع بجزء صغير لحتى بس لمها العالم عن الطرقات وساعد هيدول الناس اللي عن جد بيبكوا القلب وين الناس وين المساعدات والله هاي فيه مساعدات عم توصل على الحدود ما عم تفوت ما عم نشوفها صراحة انت عم تشتري مع مجموعة ناس برناتها انا هلأ يعني مؤخرة مضميت لمجموعة اتحاد كلنا للوطن وهيدا المجموعة عن جد عم تعمل شغل بده دولة ما بتعمله من وين عم تأمط المساعدات من العالم صراحة يعني السوشيال ميديا اللي عم قلك انه عن جد عنده تأثير كتير ايجابة بمحال الحمد الله في ناس عم تبعث مصاري من بره في ناس عم تبعث عينات من بره في ناس حتى من قلب لبنان وصلكن شي من المساعدات اللي اجت من الدول العربية من الامارات العربية من الأردن من السعودية من قطر انا من فترة رحت انا ومجموعة من السيدات عند اللواء خير مشان نشوف قصة المساعدات اللي عم توصل وخاصة انه كل المساعدات اللي عم توصل عم تروح على مراكز الايواء ما في مساعدات عم تروح على البيوت و10% من النازحين عم بيكونوا بمراكز الايواء و90% هن بقلب بيوت صحيح فبالتالي رحنا لنشوف كيف ممكن يكون في سبيل للتعاون المساعدات اللي عم توصل اللي واخير عم بيقول واخر عم يوصل بس فرش وحرمات وهن فيه تراتبية بالتنظيم هن بيوصل لهيقة الإغاثة بيعطوا للمحافظ المحافظ للقائم مقام القائم مقام للبلدية وانت بدك تتواصل مع البلدية بنوصل لعند البلدية البلدية بتطلب منك مساعدة بتقلك نحنا ما عنا شي انتو بدنا ياكن تدعمونا وتعطونا يعني من هالك لمالك لأبا دروح الحمد لله بموازات حالة التضامن والتكافل اللي عم شوفها يعني عم شوفها من كل المؤثرين والفنانين والناس العاديين اللي هلقات في لحمة ووحدة بالمقابل على السوشال ميديا عم نشوف فيه فتنة وتشارضم وتحريض اليوم في حدا بيقلك بكره حزب الله على قد ما بكره إسرائيل ما برد علي أبدا لا بجيوبه ولا بلوك وبعتبر حالي مقريد لأنه هايدي أبواق الفتنة وأنا الفتنة بالنسبة لقلي يعني اللي لازم أنا أعمله أنه بس توصل لعندي توقف عندي ما بتداول فيها ما ببعتها لحتى ما أخلق كراهية بين العالم توصل لعندي بتوقف عندي لا ببعتلك إياها ولا بحطها على جروبيت ولا برجع بعملها ريتويت ولا بحطها على الإنستغرام ولا بحطها ستوري وكأنه لا شفتها ولا سمعتها ولا قريت لأنه هلأ نحنا بوضع عيب أنه نفوت بمهاترات داخلية بيجي واحد على السوشيال ميديا بيكب حرام بيحكي بيقول شي فتنة أنه نحنا كذا كذا وبتلاقي العالم بلشت طب ليه خليها توقف عندك حكي ما تجاوبو ما تردو عليه ما هو بيموت بأهره تركوه عنده وخلاص ما عن جد ما نتنقل لأنه عم نوصل لمحل يعني عيب بحقنا نحنا كلبنانية وحرام بحق أهلنا اللي عن جد موجوعين أنه نحنا نجي نصب الزيت على النار على سيرة يعني هالدعوة الحلوة كتير المهمة اليوم بهيد الزروف الصعبة أنت عيشت الحروب عيشت شو أسوأ شي عيشتي بالحروب بالمرأة ب82 تهجرتوا أنتوا صح؟ 82 تهجرنا طلعنا على الجنوب نحنا ب82 رحنا ببيروت على الجنوب للأسف يعني عشت كل الحروب أنا في لبنان أسوأ حرب عشتيها أيها والله الأسوأ حرب هي هلأ لأنه هلأ يعني 2006 كمان طبعا وهلأ لأنه هلأ في وعي هلأ بتحسي مع العالم أكتر وقتك أنت صغيرة ما يعني أهلك بجروك وأنه مشي بتمشي وهلأ أشرس شو فيه شو صاير ما بتعرفي هلأ أشرس طبعا هلأ عم قلك هلأ فيه إبادة هلأ هي مش حرب هيدا إبادة مثل ما عملوا بغزة عم يعملوا بلبنان وهيد الأطماع هيدا اللي أنا قلته وقت حكيت بالمقابلة اللي قبل أنه أطماع إسرائيل ما وقفت عند غزة وما وقفت عند فلسطين أطماعها رح تمتد للوطن العربي وما رح توقف عند لبنان وأكيد ما رح توقف عند لبنان وقلت وما في حدا على رأسه خيمة زرقا يعني جزء من اللبنانيين اللي بقولوا نحنا ما خصنا لا نحنا خصنا كلنا خصنا كلنا خصنا ولكن شوي شوي بيوصل وبيفوتوا شوي شوي بيدوغلوا شوي شوي ما هيدا سياسي وتكتيك هن بيستعملوا دايما هلأ مبارح كنت عم بحضر فيديو لمجموعة من الصهاينة أخدوا على عاتقهم أنه هن شايفين قال أنه الحرب هيك مثل ما مكفية مش رح توصلهم لإسرائيل الكبرى فهن أخدوا على عاتقهم أنه ينقلوا حياتهم شوي شوي يتوغلوا مش استيطان يعني ما يعمروا لا بخيمة عم ينقلوا وصلهم ثلاثة شهر كل يومين ثلاثة بيقربوا ليوصلوا بدون يوصلوا لغزة حتى يقربوا ومن بعد غزة بدون يوصلوا عجنوب لبنان حتى هيدا لبنان لقلهم وهيدا أرضهم وهن حلمهم أنه يعيشوا بجنوب لبنان رح يحققوا هيدا الحلم إن شاء الله لأ إن شاء الله لأ الحرب قريبا رح تخلص أو مطولة ما عندي فكرة أحساسك أحساسك لكن أحساسي بقلك خيفانة كتير تطول ولكن عندي أمل شو أول شي رح تعملي بس تخلص الحرب طبوس الأرض طراحة يعني ما بعرف شو بدي أعمل بدي ما بعرف بدي أعمل حفلات بدي رقص بدي ما بعرف إن شاء الله بنعمل حفلات بكل بيت على كل الأرض لبنان إذا خلصت الحرب على لبنان وفلسطين مع بعض بدي زور القدس بدت في الإسرائيل تزوري زور القدس هي برجة إسرائيل إلى زوال إسرائيل إلى زوال إلى زوال أنت من اللي بيقولوا بعضهم لليوم إسرائيل إلى زوال إلى زوال حتى لو بديتنا كلنا إلى زوال لأنه عن جد الشر ما بيدوم دايماً الخير هو اللي بيطغى وهو اللي بيستمر وهو اللي الكفته بترجح وهي دولة شريرة فأكيدة إلى زوال والخير إلى دوام بإذن الله كل الخير لألك برنادت حتيب على الكلمة على الصوت لأنه الكلمة هي فعل مقاومة هي مؤثرة حبوا حبوا لبنان حبوا وطنكن حبوا حالكن دايماً عن جد لازم نحنا نشوف حالنا بعين حلوة لازم كل شي بشي نعمع عيوننا عنه نحنا بالحب نخلص خلاصنا هو الحب لأنه الله محبة فعن جد وآخرت الشي بدي أقول شغلة ما في شي بدوم وقتها من موت مننزل بالضلط على القبر فبالتالي أنه نتحارب على مكاسب مادية عن جد خاصة عم بحكي عن اللبنانية بين بعض نحنا بين بعض أنه هيدا الشي عن جد ما يعني ما بيفيد لأنه قد ما كبرنا وقد ما ما كان عنا هيدا الجشع وهيدا الطمع وقد ما صار عنا آخرت الشي فاني كله فاني ما بدوم إلا كلمة الله يرحمه وعن جد هالإنسان كان محب فحبوا بعض و الله ما حبي الله ما حبي شكرا لألك برنادات حديب مشاهدينا منتوقف مع فاصل ومنكمل في القصة برنادات حبيب اشتركوا في القناة عام بقنا شكرا للمشاهد